الرياضة وخصوصا كرة القدم بطبعها تنافسية وبعيدا عن الكلام حول الروح الرياضية والأخلاق الرياضية إلا أن تنفيذ ذلك يصعب تحقيقه على أرض الواقع عندما تكون مستويات الإدرينالين لللاعبين في السماء فيندلع بكثير من الأحيان شجار وعراك بين اللاعبين ولكن ذلك لا يقتصر عليهم أي على لاعبي الفريق المتنافسين إنما قد يشمل الكوادر الإدارية والتدريبية وحتى الحكام ففي دوري السوبرليغ التركي وعقب انتهاء مباراة جمعت بين نادي أنقراغوجو وريزا سبو في ستاد إريامان أمس الأثنين تعرض حكم المباراة للكمة في وجهه ولكن ليس من لاعب إنما من رئيس نادي أنقراغوجو فاروق كوجا أتى ذلك بعد انتهاء المباراة في الدقيقة السابعة والتسعين بالتعادل واحد واحد بين الفريقين إذ هجم رئيس النادي على الحكم خليل أميت ملار ولكمه على وجهه وأرداه أرضا ليحذو حذوه بعض اللاعبين والمشجعين الذين أخذوا بركل الحكم وهو ملقا على الأرض ليتم تفريق المشجرة بعد ذلك الضرب الذي تعرض له الحكم لم يكن مجرد لكمات بل تم إسعاف الحكم البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاما على الفور وقال الطبيب الذي يعالجه إن حالته مستقرة ولكنه يعاني من نزيف حول عينه اليسرى ومن كسر صغير أما بالنسبة لرئيس نادي أنقراغوجو فاروق كوجا الذي لكم ميلر أو ميلر فنقل أيضا إلى المستشفى للعلاج تحت الحراسة بعد المباراة مشاهدين علق رئيس الاتحاد التركي على الحادث فورا وعبر عن استيائه بعد مباراة الدوري الممتاز تعرض حكمنا خليل أوميت ميلور لهجوم سيء للغاية وغير إنساني من قبل بلتجية غير مسؤولين ونحن نودين هذا الهجوم بشدة وباعتبارنا للاتحاد التركي لكرة القدم عقدنا اجتماعا طارئا وأوقفنا مبارياتنا في جميع الدوريات إلى أجل غير مسمى وعلقت جميع مباريات دوري السوبر التركي من قبل الاتحاد كما علق وزير العدل التركي الماز تونج على الإجراءات القانونية التي ستتخذها السلطات في إطار هذا التحقيق أصدر قضاة محكمة السلام الغربية في أنقرة قرارا بالقبض على أولئك الذين حاولوا مهاجمة الحكم بعد أن طلب الادعاء واعتقالهم وتستمر الجهود فيما يتعلق بمن تم تحديد دخولهم إلى الملعب وفقا لللقطات ومرة أخرى هناك أشخاص صدر بشأنهم قرار رقابة قضائية الحكم خليل مدرج في قائمة النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقد أدار سابقا دور أبطال أوروبا بالإضافة إلى توليه لمسؤولية مباراة الذهاب في نصف نهائي دور المؤتمرات لويستهام ضد الكمار الموسم الماضي وصباح اليوم تم القبض على رئيس النادي بتهمة إصابة مسؤول رسمي بشكل أحدث كسرا في الملعب الرياضي خلال تأديته لواجب عام من جانبه مشاهدنا علق أيضا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الحادثة عبر حسابه على منصة X قائلا أن الرياضة تعني السلام والأخوة الرياضة لا تتوافق مع العنف لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها